السلام عليكم أهلا بكم أصدقاء القناة إن شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن تغيير الصورة المسغرة للفيديو والصورة المسغرة هي عبارة عن صورة تكون واجهة للفيديو عندما تقوم بتنزيل فيديو معين على القناة الخاصة بك فتظهر صورة هذه الصورة تكون واجهة لهذا الفيديو لها دور كبير جدا في الترويج إلى مقطع الفيديو قبل البد في شرح الفيديو إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة أتمنى التكرم بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد نقوم بتنزيل عبر هذه القناة وإن شاء الله سوف نقوم بتنزيل سلسلة من الفيديوهات تتحدث عن إعدادات القناوات وضبط القناة وما إلى ذلك أول شيء نقوم بذهاب إلى متجر بلاي ونقوم بتنزيل هذا التطبيق استوديو يوتيوب بعد أن يتم تثبيت التطبيق نذهب إلى الاستوديو ونقوم بالذهاب إلى هنا واختيار الجميل الخاص بالقناة بعد ذلك نقوم بالضغط على صورة القناة هنا وبعد ذلك نقوم بالضغط على مساعدة وبعد ذلك نأتي إلى وصل المشكلة ونقوم بكتابة إضافة صورة مصغرة إلى الفيديو نقوم بالضغط على إضافة صورة مصغرة إلى الفيديو بعد ذلك يطلب مننا خطوة بسيطة لكي نتمكن من تغيير واجهة الفيديو إثبات ملكية القناة نقوم بالضغط هنا على إثبات الملكية وتظهر لنا هذه الصفحة إثبات ملكية الحساب نتأكد من بلد الإقامة وكيف ترغب في تلقي رمز التحق على سبيل المثال رسالة نصية وبعد ذلك نقوم بكتابة الرقم وبعد ذلك نضغط إرسال وبعد ذلك يتم إرسال رسالة بها ستة أرقام نقوم بكتابة الستة أرقام في هذه الخانة وبعد ذلك نضغط كلمة إرسال لا تم إثبات ملكية الحساب الآن نذهب إلى استوديو يوتيوب مرة أخرى لنشاهد كيف يمكن تغيير الصورة بعد أن قمنا بإثبات الملكية على سبيل المثال هذا الفيديو نقوم بالضغط عليه وبعد ذلك نضغط على علامة القلم في الأعلى وبعد ذلك نضغط مرة أخرى على علامة القلم ونقوم بالضغط على كلمة تغيير وبعد ذلك نقوم باختيار صورة من ملفات الهاتف على سبيل المثال هذه الصورة وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة اختيار نضغط على كلمة حفظ وبهذه الطريقة نكون قد غيرنا الصورة المصغرة والواجهة للفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر